لا مجال لإجراء انتخابات مبكرة هكذا تبلورت آراء الشارع العراقي مؤخرا فالمتظاهرون يرون أن الحكومة الحالية لن تفي بوعودها خصوصا فيما يخص إجراء انتخابات تشريعية مبكرة نحن ما نعتقد أن الحكومة ستتيح فرصة للمتظاهرين أنه لابون طلب أن تصير انتخابات مبكرة لأن هنا الحكومة تشيل وتحط بكيفها بدون ما تأخذ رأي المتظاهرين بدون ما تتخذ فرصة للمتظاهرين ينتخبون الشخص الذي يردوهم ماء ويعد إجراء الانتخابات أبرز مطالب المحتجين العراقيين لكنهم يعتقدون أن السلطتين التشريعية والتنفيذية لم تتخذ أي إجراءات جدية حتى الآن في إطار حسم هذا الملف لا تقتصر الآراء فقط على الأوساط الشعبية بعدم قدرة الحكومة إجراء انتخابات مبكرة فالأوساط المراقبة للشأن السياسي في البلاد تعتقد أن الأجواء السياسية والأمنية وحتى المالية ليست مهيئة بشكل كامل لتلك الانتخابات المبكرة ويذهب البعض إلى أنه نظرا للتحديات الرهنة لا يمكن التفاؤل بإجراء الانتخابات التشريعية في وقت مبكر حيث لا يوجد توجه سياسي يرحب وينسجم مع هذه الخطوة التي وعد بها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي عند تكليفه الظرف غير يسمح في إنقامة الانتخابات مبكرة هي الانتخابات التي ستجرى في وقتها تنتابها بعض المعاوقات هناك معاوقات سياسية هناك كتل سياسية لا ترغب بأن تكون هناك في العراق انتخابات مبكرة ولا تقف الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب فقط عقبة أمام إجراء الانتخابات مبكرا فلم يحدد بعد ملحق القانون الانتخابي وشكل الدوائر الانتخابية وآلية توزيع المقاعد فيها فضلا عن عدم اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية المعنية بإقرار نتائج الانتخابات من العاصمة العراقية بغداد محمد فاطل الغد اشتركوا في القناة